بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إخواني الطالبة قمت بإنجاز هذا الفيديو للذين يظنون أن الرياضيات هي كلها فهم في فهم وهذا ما يجعلهم يدمرون أنفسهم بأنفسهم إذن أولا نأتي إلى العنصر هذا الأول الذي يقول الكثير يعتقد أن الرياضيات كلها فهم وهذا ما يجعله لا يهتم بها ويدمر نفسه بنفسه يعني يقول أنا لا أفهم الرياضيات وهكذا لا يهتم بما يقدمه الأستاذ له في القسم في جميع المستويات يعني ليس لأصحاب البكالورية فقط وهذا شيء خاطئ الكثير يعتقد أن الرياضيات فهم لا فيها أشياء عليك أن تحفظها فقط فيها أشياء عليك أن تحفظها مثلا عندك خمسة زائد ستة تسوي كم؟ 11 هل أنت فاهم لماذا 11 لا يهمك أن تفهمها إنما يهمك أن تعرف النتيجة هذه بالدرجة الأولى المهم أن تعطي النتيجة فقط إذن هذه العنصر الأول سنتي إلى العنصر الثاني ما هو الأصل الفهم أم الحفظ عندما كنت صغير كنت تحفظ الأشياء لهذا كنت تتحصل على علامة جيدة تذكروا ذلك عندما كنتم في الإبتداء كنتم تتحصلون على ثمانية على عشرة وتسعة على عشرة وعشرة على عشرة الآن أصبحت ربما تتحصل على اثناني على عشرة في مدة الرياضيات أو خمسة على عشرة ما هو السبب؟ السبب لأنك قلت أن الرياضيات كلها فهمة وهذا شيء خاطئ هذا شيء خاطئ أكرر هل الأصل أنك تفهم الأشياء أم تحفظها؟ الأصل فيها أن تحفظها في الأول فأنت قيل ربما يقول الكثير هذا شيء لا أوافقك فيه في الرأي يا أستاذ أقول لك شيء عندما كنت صغير عندما كنت في الصيبة كنت تترفض بكلمات ربما أصلها أنها كلمات شارعية يعني هي أصل لا تقال كان يضربك عليها الوالدان لماذا كان يضربك؟ لأن كنت تحفظها ولا تعرف معناها إذن الأصل فيه أن كنت تقول تحفظ الأشياء مثلا عندما كنت صغيرا كنت تحفظ الفاتحة وتقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هل كنت تفهم معناها؟ لا أؤمن أنك كنت تفهم معناها وربما حتى الآن لا تفهم معناها المئة بالمئة لأن كل واحد يفهم الأشياء حسب ذكائه وحسب قدرة عقله وحسب ما يتصورها فلهذا الأصل في الأشياء هو الحفظ فالحفظ نكون كلنا مشتركين فيه الحفظ كلنا مشتركين في مادة الحفظ أما الفهم فكل أحد يفهمها كما يشاء لهذا قال الله لسيدنا موسى واعلم أنه لا إله إلا أنا لا تفهم هذه الأشياء إنما أعلمها يعني اجعلها في ذهنك وفي بصيرتك أن احفظ الأشياء اعلم أنه لا إله إلا أنا ثم يبدأ أن تفهم ما تريد فالفهم علينا أولا أن نتحدى عن الحفظ فاحفظ الأشياء أنت عندما قلت كنت صغير كنت تفهم أتحفظ الأشياء وهذا ما جعلك أنك كنت نجيبا الآن عندما قبرت أصبحت تقول مادة الرياضيات أنها مادة حفظ فهم ولكن هل معادلة المماس؟ معادلة المماس التي هي Y يسعين F فتحة لـ A في X ناقص A زائد F لـ A هل هذه تحتاج إلى فهم؟ في البكالوريا يأتيك يقول لك أعطي معادلة المماس عليك أن تكون حافظا لهذا الرقم لهذه القاعدة فقط عندما يقول لك أحسب النهايات النهايات عندك قواعد تحفظ قال مثلا عندي X قوة ثلاثة هذه هي الدالة العفو العفو على بعض الأخطاء التي تحدث F لـ X يسعين مثلا X قوة ثلاثة زائد اثنان أحسب النهاية عند مثلا عند المال نهاية ماذا نقول؟ نقول تعوض في أكبر حد يعني تصبح لميت X قوة ثلاثة لما X يقول إلى زائد مال نهاية مثلا مثلا تحوذ تصبح زائد مال نهاية قوة ماذا قوة ثلاثة حافظت في الصغر أن الزائد في الزائد في الزائد كم يعطيك؟ يعطيك زائد وبهذا تعطيك زائد مال نهاية الآن أي شيء هنا يحتاج إلى الفهم فلا يوجد شيء أن يحتاج إلى الفهم نكمل نأتي إلى العنصر الثالث هل فهمك للدرس يجعلك تحل جميع التمارين؟ الجواب أكيد لا أعطيك مثلا لو فهمت 28 حرفا في اللغة العربية هل يجعلك تفهم جميع كلمات اللغة العربية؟ لا أظن ذلك لأن عمي الحجة لأن فهمك لـ 28 حرفا أبجدي في العربية لا يجعلك أن تفهم كل الكلمات لأنه يوجد مليار الكلمات لأن اللغة العربية فيها أكثر من ألاف أو مليونين كلمة ماذا تتشكل؟ تتشكل من هذه الأحرف نعم ولهذا نعم إذن قلت ليس فهمك للأشياء أنه يجعلك تجعل كل شيء إذن قلت ها هو المثال في يعني لما تفهم حرف ألف وباء وجيم وكذا هل يجعلك تفهم جميع الحرف التي تشكل منها؟ لا إذن فهمك للدرس لا يعني أنك تحل جميع التمارين لأنه يعتقد الكثير فينا نحن الطلبة والأساتذة أنه يقول عليك بفهم الدرس مئة بالمئة وهذا ما يجعلك تحل جميع التمارين هذه فكرة خاطئة وها هو المثال المضاد نكمل مع العنصر لا تستهم بنفسك لا تقول أني أنا لا أفهم مادة الرياضيات ولا أفهم مادة التاريخ يا أكرر اجعل من نفسك من الليمونة القارصة شرابا حلوا يعني لا تستهم بنفسك احفظ الأشياء إن لم تفهمها احفظها عندك مقالة في فلسفة لماذا تستهن وتقول الفلسفة صعبة؟ عليك أولا أن تحفظ ففي أشياء تحفظ فالعلاقات تحفظ عندك أسئلة إن لم تفهمها أحفظ جوابها فقط لأن في الباكالوري لا يطلب منك وفي أي اختبار كان لا يطلب منك أنك فهمتها أو حفظتها المهم يكون الجواب صحيح فقط الجواب صحيح فقط يجعلك تأخذ النقطة كاملة الآن نكمل احفظ الشيء الذي لا تفهمه لكي تحصل على النقطة نعم هكذا أكرر احفظ الشيء عندنا سؤال جاء قال أحسب المشتقة أحسب فتحها لإكس مثلا فيه أشياء تحفظ لماذا نقول أنه عندنا مثلا عندنا دالة مثلا هكذا أفلي إكس تسوينا إكس قوة ثلاثة لما نأتي إلى المشتقة ماذا نقول نقول أنه الأصل هذا ينزل يعني ثلاثة وننقص دراجة يعني تصبح في إكس قوة إثناء ما هو الشيء الذي هنا علي أن أفهمه لا يوجد شيء نعرض أنا مثلا ناقص خمسة زائد ستة عندنا نحفظ أنه إذا وجدنا ناقص مع الزائد نجعل عملية الطرح ونأخذ إشارة العدد الكبير هكذا ما هو الشيء الذي هنا يجعلني أن أفهم الأشياء لا حافظتها والمهم أن تحصل على النقطة فقط نأتي إلى سادسا حقق غايتك بأي أسلوب يساعدك إن كان ذهنك يعني فيه سرعة الفهم فاستغل الفهم وإن كان ذهنك يحفظ فعليك بالحفظ الآن يقول أحدنا أنا ذهني لا يحفظ ولا يفهم إذا كنت من هذه الأشياء فأنت لست إنسانا فالإنسان بطبعه لا يظلمه الله جل وعلا فإما يعطيه سرعة بديهة يعني الفهم أو يعطيه الحفظ الحفظ وإلا سيرفع عليه القلم يعني يصبح كالمجنون وهذا أو إذا أصبح في المجنون فهذا أصلا لا يذهب إلى إنجاز الإختبارات وهو خارج التعليم لهذا لا تستهم بنفسك الأشياء إن لم تفهمها فاستعمل الحفظ بالدرجة الأولى أكرر استعمل الحفظ فقط لأن الأشياء في أصلها تحفظ قبل أن تفهم أي شيء وأعطيت لكم مثال وأعيد التكرار كنت صغيرا كنت تفهم كنت تحفظ الأشياء وهذا ما جعلك ماذا؟ وهذا ما جعلك تتحصل على نقاط عالية في الصغر الآن عندما صبحت أصبحت فيه الثانوي أصبحت تتحصل على نقاط ضعيفك الخمسة والستة والعشر على العشرين قلت أن الأشياء أصبحت تفهم لا أنا ما زلت أؤمن أن الأشياء تحفظ بالدرجة الأولى ثم تفهم مثلا نأتي إلى القرآن إلى القرآن هل بالدرجة الأولى أن يفهم أم أن يحفظ الآن لا بالدرجة الأولى أن يحفظ أن يحفظ لأن الفهم كل إنسان يفهمه على مزاجه الخاص ولهذا نجد أكثر من سبعون تفسير للعلماء أو أكثر من ألاف التفسير لأن كل أحد كل أحد فسره حسب ما يراه بذهنه وعقله أما الحفظ فيبقى ستون حزبا ستون حزبا لا يتغير في الحفظ فعندنا فلاحظوا فالكتب الأولى التي هي التوراة والإنجيل والزابور حرفت لماذا حرفت؟ حرفت لأنها لم تحفظ حرفت لأنها لم تحفظ أكرر لأنها لم تحفظ بل فهمت وبعد ستة قرون جاءوا لكتابتها فاعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان التنزيل عليه آية يقول اكتبوها اكتبوها ما معنى اكتبوها؟ احفظوها احفظوها هكذا لأن الحفظ في الأصل الحفظ في الأصل فإن فهمت كل القرآن ولم تحفظ ولو آية فليس لك أجر فالأجر في الأصل أن تحفظ هذا القرآن لهذا قال الرسول صلى الله اقرأوا القرآن فيأتيكم يوم القيامة شفيعا مشفى يعني احفظ عليك بالحفظ في الحفظ فالحفظ يصونك احفظ كل شيء لهذا الرسول قال احفظ لسانك احفظ كل شيء احفظ شرفك الأصل في الإنسان هو الحفظ ليس الفهم أكرر وليس هنا أريد أن مثلا يعني أن أفرض أن أفرض أن أفرض رأيي لا إنما حتى أشجع إخواني الطلبة الذين يظنون أن كل شيء فهم هذا شيء خاطئ فالأصل فيه أن تتحصل على النقطة الحصل فيه أن تجيب على السؤال لأن لما يجد المصحح يجد الجواب لا يعرف أنه مفهوم أو منقول أو أي شيء الأصل أن أنا لا أشجع على الغش لا حاش لله إنما أشجع على الحفظ للذين لا يفهمون الأشياء احفظ المهم الحصول على الباكالوريا هذا هو الهدف اجعل هذا هو هدفك فقط وإلى لقاء آخر إن شاء الله وزوروا موقعنا الموجود أسفل الفيديو وجزاكم الله خيرا واسمحوا لي إن ربما تحدثت في هذا الموضوع ما هو هدف الوحيد هو تشجيع إخواني الطلبة على النجاح في الباكالوريا والنجاح في حياتهم فقط ودائما تذكروا شيء كما قال إمام الغزالي رحمة الله عليه اجعل من الليمونة القارصة شربا حلوان يعني اجعل من شخصيتك هذه التي تظن أنها شخصية فاشلة اجعل أنك تقدر منها أن تنطلق إلى الأفاق وإلى أن تنجح في الباكالوريا وإلى لقاء آخر إخواني الطلبة وجزاكم الله خيرا